اشتركوا في القناة حفل استقبال في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث استقبل المندوب الدائم السفير جمال فارس الرويعي وحرمه وأعضاء البعثة الدائمة استقبلوا المهنيين بهذه المناسبة الوطنية الهامة وخلال كلمته بهذه المناسبة قال المندوب الدائم أن احتفالاتنا هذا العام تصادف أيضا العديد من المناسبات الهامة حيث احتفلت المملكة هذا العام بمرور مئة عام على بدء التعليم الرسمي مشيرا إلى اختيار المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل كموضوع للاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام الذي يحتفل به كل عام في الأول من ديسمبر وأضاف المندوب الدائم بأنه منذ أوائل الثلاثينات شاركت المرأة البحرينية على قدم المساواة مع الرجل في انتخابات المجالس البلدية وتشغل النساء اليوم خمسة وخمسين بالمئة من المناصب الإشرافية في البحرين معبرا عن اعتزاز البحرين بالإنجازات البارزة للمرأة ونوه المندوب الدائم بأن مملكة البحرين كدولة عربية مسلمة غنية بإرثها الديني والثقافي كانت أول من ضم في المنطقة الكنائس والكاتدرائيات والمعابد الهندوسية والمعابد اليهودية التي بنيت منذ أوائل عام 1900 حيث يمارس الجميع شعائرهم الدينية في أمن وسلام كما أشهد بإنجاز منتخب البحرين الوطني لكرة القدم بعد فوزه بكأس الخليج وحضر الحفل كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والسفراء ومندوب البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وعدد من المواطنين البحرينيين بالإضافة إلى عدد من المدعوين من مختلف أجهزة المنظمة الدولية اشتركوا في القناة